اشتركوا في القناة اهمية المتمثلة في استضافة البحرين للقمة 33 لجامعة الدول العربية بتأتي في ظن الظروف او التوقيت اللي بتشهد المنطقة العربية من تحدياته. التحديات دي مصحوبة بفندم بأجدات لبعض القوى الاقليمية في محاولة بسط نفوذها باستخدام القوى. وعلى سبيل المثال الممارسات الاسرائيلية في قطاع غزة ده من ناحية الى جانب التحديات الاخرى على المستوى الاقتصادي لسه المنطقة العربية بتعاني من تدعيات ما بعد كورونا وبالتالي المسألة فيه تحديات كتيرة جدا. ده بالاضافة ليه التحديات الاجتماعية فيه زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية وعلى المستوى الامني انتشار اكتر من صراع فاكتر من دولة عربية وبالتالي المسألة الظروف والتحديات قاسية جدا. يعني بتأتي استضافة البحرين ليه القمة دي في ظل تحديات وزروف قاسية وفي نفس الوقت مصحوبة بامل وثقة من العالم العربي في الخروج بتوصيات غير مسبوقة. توصيات لا ثقة خاصة وان الثقة هنا او الامل للشعب العربي نابع من خدرة البحرين على تمثيل القوي والادارة القوية لمثل هذه الجلسات. خاصة وخليني اذكر السادة المشاهدين البحرين كانت بتترقص القمة العربية في 2003 اللي انعقدت في مصر في شرم الشيخ. نعم. وكان في نفس العام يا فندم اللي تم فيه احتلال العراق. وكانت المنطقة العربية بتعاني ايضا من تحديات خطيرة جدا. وقتها القمة خرجت بتوصيات تحت رئاسة البحرين كانت توصيات قوية جدا. نعم. وفي نفس الوقت يعني لب التموحات العالم العربي من التوصيات اللي خرجت من وقتها. وبالتالي مش غريب على البحرين ان تستضيف القمة العربية النهاردة في ظل تحديات اكثر شراسة واكثر قصاوة. لكن المسألة هنا الامل العربي كبير جدا في خدرة البحرين. خاصة ان سمعة البحرين تتمتع البحرين بسمعة كبيرة. ان هي دولة محبة للسلام. وفي نفس الوقت بتبزي الكثير من الجهود المحفظة على الهوية العربية. نعم. دكتور رامي حضور 22 دولة لعمال قمة العربية. يؤكد الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك. هي لمختلف هذه القضايا التي ذكرتها. يعني كيف ترى ذلك؟. اول حالة طبعا هو حضور 22 دولة العربية بيؤكد الحرص. بس الحرص هنا جاي من ايه؟. وانا حيحة جدا على السؤال ده. الحرص هنا جاي فندم من الاشتراك في التحديات. لان دلوقتي المنطقة العربية بالكامل بتواجه تحديات مشترقة. والتحديات دي في جزء منها للأسف بيمثل تهديدات. وبالتالي المنطقة العربية هنا بتضع الأولوية الأولوية ان طالما في تحديات مشترقة. يبقى التحديات المشترقة دي بتستلزم التكاتف والعمل المشترك. عشان كده حرص 22 دولة العربية للحضور في البحرين لحضور القمة هو بيمثل رغبة أكيدة من الإحزاز بالتحديات والنية الصادقة للتكاتف والعمل المشترك. وبالتالي عشان كده الرأي العام هو فعلا بينتظر قرارات غير مسبوكة على الأقل ترضي التموح العربي. ويعني تناسب مكانة البحرين عند الشعب العربي. نعم. من القاهرة دكتور رامي عاشور استاذ في العلوم السياسية. شكرا جزيلا لك.